من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها أو يواجهها المربين الجدد أو كذلك المحترفين في طربية طيور الفيشر أو الباجي أو الروز أو جميع أنواع طيور الزينو وهي أن تضع الأنتاء البيضة خارج العش وهو ما يؤدي إلى كسر القشرة الخارجية لهذه البيضة وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة التعامل مع هذه البيضة وهل ستصلحوا هذه البيضة للتفقيس أم لا فتابعوا معنا الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة محبي طربي الطيور الزينو مرحبا بكم إخواني الكرام كما شاهدتم إخواني الكرام في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن طريقة التعامل مع البيضة التي وجدناها مكسورة وقد يكون هذا المشكل إخواني الكرام نتيجا عن أنت وضعت هذه البيضة خارج العش وقد يكون أيضا ناتجا عن كترة حركة الأنت مما أدى إلى كسر البيضة وهذا أيضا يكون بسبب نقص الكالسيوم في البيضة كما تشاهدون إخواني الكرام فهذه البيضة وجدتها وضعتها الأنت خارج العش وقد كصرت وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة التعامل مع هذه البيضة حتى تكون هذه البيضة صالحة وتفقس بإذن الله إن كانت مخصبة وبالنسبة للطريقة إخواني الكرام فسأستعمل صباغة الأظافر البيضة من الأفضل إخواني الكرام أن تكون هذه الصباغة في لون أبيض وذلك بطبيعة الحال لتجنب مشكل نفر الأنثال للبيض فلذلك إخواني الكرام أنصحكم بوضع الصباغة أن تكون بيضة حتى تتجنب هذا المشكل بالنسبة لإخواني طريقة تلقيع هذه البيضة فسأقوم بوضع الصباغة فوق الكسر مباشرة وحبّد أن تكون الصباغة كثيرة نوعا ما يعني تتجاوز شكل الكسر كاملا لكي تقوم بمسك ذلك الكسر حتى لا تفسد هذه البيضة ونستفيد منها إن شاء الله فكما تشاهدون إخواني الكرام فقد قمت بتغطية الكسر كله حتى يتم تدعيم القشراء الخارجية وبعدما تقومون بوضع الصباغة يعني فوق هذا الكسر فيجب أن تتركوا إخواني الكرام هذه الصباغة حتى تجف بالكامل أنذاك يمكنكم أن ترجعوها إلى الأنت لكي تحضن عليها كذلك إخواني الكرام من بين المواد التي يمكن أن يعني نقوم بتغطية الكسر بها وهي البراز فأيضا إخواني الكرام براز الأنت يمكنكم أيضا أن تضعوه فوق الكسر وتتركوه حتى يجف بالكامل ثم تعيدوا البيضة ويجب أن أشير إلى مسألة في أغاية الأهمية إخواني الكرام وهي أن معالجة هذا المشكل يتم إن تم كسر الغشاء الخارجي فقط أما الغشاء يعني أقصد قشرات البيضة أما الغشاء الداخلي يعني تلك القشرة الموجودة في داخل البيضة أو الغشاء الذي يعني يجمع لنا بيض البيض وصفر البيض فهذا الغشاء إن تم تمزقه إخواني الكرام فهذه البيضة فاسدة ولن تفقس أيضا وكما تشاهدون إخواني الكرام فهذه البيضة يعني جفت هذه السباغ التي وضعناها فيها والآن سنعيدها إن شاء الله إلى الأنت حتى تحضن عليها وللعلم إخواني الكرام فهذه البيضة هي البيضة الأولى عند هذه الأنت لذلك توجد فيها بعض البقعة الحمراء والتي يعني تدل على أن الأنت لأول مرة ستبيد وهذا أيضا هو السبب الذي جعل الأنت تبيد خارج القفص وذلك نظرا لنقص يعني تجربتها هذا كل ما في الفيديو إخواني الكرام أتمنى أن ينال إعجابكم دمتم في حفظ الله ورعايته دمتم في حفظ الله ورعايته